هذه أبرز العناوين جواد اليميق نجوم مغاربة في طريقهم إلى الدور السعودي ومن أبرزهم زياش وحاكمي هذا ما قاله غايردو مدرب منتخب اتحاد العاصمة الجزائري بخصوص موجهة نزج بركان غدا في إياب نهاي نصف نهائي كأسة الكنفيدرالية الأرقام تنصف النجم المغربي حاكم زياش مع فريقه غلط صرايا التركي قبل نهاية الموسم عميد الأسود غنم سيس يعلق على توجد وليد الرجراجي في مباراة فريقه الشباب أمام الاتحاد أكد الدولي المغربي جواد اليميق مدافع نادي الوحدة السعودية أن بعض نجوم المنتخب المغربي الأول من بينه مشرف حاكمي وحاكم زياش قد ينتقلون إلى الدور رشا خلال فترة القادمة ويرى اليميق أن نجاح تجارب اللاعبين عالميين مثل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح ونيمار في الدور السعودي يفتح الباب أمام انتقال نجوم آخرين مثل حاكمي وزياش إلى المملكة العربية السعودية وأشهد اليميق بالنجم البوت غالي كريستيانو رونالدو معتبرا إياه قدوة لها حيث قال رونالدو نقطة ضوء كبيرة في الدور السعودي بحكم أنه يرغب دائما في الفوز ويوصل العمل باستمرار كان اللاعب الذي كنت أشجعها منذ أن كنت صغيرا ولعبت ضده في منذ القطر وكان أمر استثنائي وكشف جاوض اليميق عن سبب اختياره لنهدل نادي الوحدة السعودية حيث قال مكالمة جمعتني مع المهندس توفيق تونسي المدير التنفيذي للفريق ولم تستمر طويلا شعرت بالراحة خلال ستون ثانية أولى من المكالمة ووفقت على العرض رغم العروض العديد التي تلقيتها تجدر الإشارة إلى أن اليميق تواجد في المدرجات خلال مباراة فريقه أمام الحزم وكان بحوزته الناخب الوطني وليد الرجرقية والمساعدة غريبا مزينة أعرب أخوان كارلوس غاريدو مداري باتحاد العاصمة الجزائرية في تصريحات تسبق مباراة فريق نهدل بركان عن رغبته في الفوز فريقه على نهدل بركان في العودة برسم إياب دور نصف النهائي كأسى الكنفيدرالية وقال غاريدو الفريق يشتغل بعزيمة من أجل الفوز بهذه المنافسة المهمة جدا بالنسبة لنا وللنادي وللجماهير وللعبين وأضف غاريدو الجميع يعلم الوضع الحالي نحن في نصف النهائي ولقاء الدهاب لم يلعب بسبب الخلافة الذي حصل والتزام من الآن حيال المباراة كبير جدا نريد الفوز بهذا اللقاء لأنه كما ذكرت هذا هدف مهم للغاية بالنسبة لنا واسترسل غاريدو والبهر بالحديث عن المساوى الشخصي فقد فوزت بالمسابقة مرتين وحلمي التتويج بها مجددا مع اتحاد العاصمة ولدي الحق بأن يتم احترامك مدربة وزاد موضحا أظن أن المباراة يجب أن تخاضى داخل الملعب وفق القواعد والفريق الفائز هو من سيستحق الاحترام نريد أن نظهر أن العدالة المباريات تجرى في رقعة الميدانة نرغب في الاستمرار في المنافسة واللاعب للدبركانة الذي يتمتع بلاعبين جيدين وتجهيزات رائعة تستحق الإشهداء يقدم النجم المغربي حاكم زياش أداء قويا مع نديه كغرض صارية تركية برسم الموسم الحالي من الدور التركي رغم إشكالية الإصابات المثورية وابتعاده لفترة عن المباريات وعدم الاعتماد عليه كأساسي بسبب الإصابات ونجح حاكم زياش في تبدبدب شكوك أن صاغات صارية وتأكيد أحقية اعتباره أحد نجوم الفريق بتقديمه لمسويات قوية تؤكد أرقامه مع الفريق وحسب موقع سوفاسكور الخاص زياش 15 مباراة منها 9 كأساسي و6 كبديل تمكن منها من تسجيل أربعة أهداف وصنع أربعة أخرى واستطاع زياش خلق 27 فرصة صالحة إلى جانب دقة ثمير بلغة 23% ودقة مروغات في حدود 50% وأصل معدل 7.7 وفق تقييم سوفاسكور وسجل حاكم زياش في مباراة غرطة صارية أمس الجمعة أمام أضنى ديمير سبور مقدما مرضودا قويا جعل الأنصار والمتابعين يشديدون بأدائه وعطائه داخل الميدان علق النجم المغربي غانيم رومانسيس على تواجد النخيب الوطني وليد الرجرق في المدرجات ملعب مباراة فريقه الشباب أمام الاتحاد أمس الجمعة لحساب الجولة التاسعة والعشرون من دور الرشانة السعودي واستقبل غانيم رومانسيس سؤالا صعافيا عقب المباراة حول تواجد الرجرقي وإمكانية عودته للمنتقب الوطني المغربي قائلنا أتمنى أن يكون قد استمتع بالمباراة وبفوزنا وكما قلت سابقا لن أغير طريقة اللعب لأن المدرب المغربي كان حاضرا هنا وليد يعرفني جيدا لسنوات وكان الرجرقي حاضرا في مباراة الشباب والاتحاد على هام جولته في الخليج وخاصة في الدور السعودي لمتابعة مردود اللعبين المغرب وكان السيس غائبا عام عسكر المنتقب المغربي المنصري الذي عرف مواجهة كل من أنغولة وموريطانيا مبرزا الناخب الوطني قراره بأنه أراد منح فرصة لأسئة أخرى شاب مثل شاد عيادة الذي يقدم مستوى رائع ومتفوق على مدافعي لليك الإسباني هذا الموسم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة